السلام عليكم حبايبي تعالوا نحضر طريقة عمل الكباب المشهو العراقي وزلاطة البصل بالسماق هنا أنا راح أبرش البصل بس قصيت الأسفل مالة البصل والرأس ما قصيته حتى يبقى ثابت ومنها برشة ميتفلش أو ميتفتت واحد حبة طماطم بروشة واحد ملعقة شاي بيكينج باودر واحد ملعقة أكل ملح وثلاثة ملعقة أكل طحين طبعا أنا أضيف هاي المواد لأنه اللحم اللي عندنا بالسويد يعني مو مثل اللحم مالة العراق بيلية ولين وسهل بالعراق ما يضيفوا له هاي الأشياء الطماطع والبيكينج باودر هاي المواد اللي ضيفتها راح تخلي يكون هش وما مجلد وعجنته وتركتان بالثلاجة إلى أن بديت أشتغل به وشيشت به الصورة بديت أشوي على الفحم هاي الزلاطة عندي اثنين حبة بصل أحمر قطعتها إلى شرائح رفيعة وضفت له واحد ونص ملعقة أكل سماق وربع ملعقة أكل ملح نص كوب معدنوس مثروم زيت الزيتون وقدمتها ويا الكباب والتك اللي قدمتها قبل فترة وهذا الشكل النهائي إن شاء الله يعجبكم وألف عافية